أو غير من أنواع التأمين العلماء بقولوا أنه على نوعين نوع أول تأمين عبارة عن هبة من الحكومة أو من المؤسسة اللي أنت بتعمل فيها عبارة عن هبة يعني أنت بتتعالج أو بعوضوك ما تلف من الأغراض متاعتك باعتبار هدية من المؤسسة أو من الدولة وده ما في المشكلة يا أخوانا ده ما في المشكلة ما بيدخل فيه الجمار والميسر أما بقية أنواع التأمين إن كان تأمين صحي أو تأمين غيره من التأمين اللي أنت بتدفع فيه أنت بتدفع شهريا أو بتدفع سنويا جزء معين من المال مقابل هذا اللي أنت بتدفعه بعد ذاك لو حصل لك أي تلف أو مرض أو غير ذلك حصل لك أنت بتجي أنت بتتعالج أو بعوضوك من التأمين عرفتها؟ فداء العلم قالوا كما قال العلامة بن باز وابن عسيمين والشيغ الألباني وغيرهم من أهل العلم قالوا ده من الميسر أو الجمار ليه؟ لأنه أنت ممكن تدفع للمؤسسة ست سنة مؤسسة إن كانت طبية ولا غيرها؟ وما يجيك مرض ولا أي حاجة شديد؟ ما عندك أي حاجة؟ أنت بتدفع وفي نفس الوقت ممكن أنت ما تدفع ولا يوم واحد ما تدفع بس الدفع لولا دي سجلت في التأمين وكده؟ بكرة طوال العربية انقلبت؟ ولا إنت جاتك عملية بتاعة قلب بعشر ألف دولار وعملوا لك وين؟ إنت ما دفعت ولا عشر جنيه بيعملوا لك عملية بعشر ألف دولار عرفتها؟ ده يعتبر جمار يا أخوة أنه ميسر عند العلماء ده من الجمار ومن الميسر والحرمة في هذا هي الضرر الواقع على واحد من الطرفين إما الضرر البيقع على المؤسسة أو الضرر البيقع على الإنسان وأي يا أخوانا مبايعة أي شيء من البيوع فيه ضرر على جارب من الجانبين فهو محرم لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار طيب طيب السؤال التاني بيقول قال الشيخ آدم إبراهيم الشين من دعاة الأخوان المسلمين في الوحدة مربع خمسة له منشور في الفيسبوك يفتخر باتصال الشيخ حسن الهواري عليه وقال إنه بيسأل عن حال الدعوة الرجاء تبيين حال كل منهما حال كل واحد من ديل مبين رجعت للمقاطع القديمة لو كتبت بيان حال الهواري أو در تعرف هواري أو الشين أو غيرهم أنت بتلقى المسألة دي مبينة وموضحة موضوع ده ما بيحتاج إليه مزيد أما كونه يقول يفتخر بأنه الهواري بتتصل به شان يسأله من حال الدعوة لو صح الكلام المنقول ده ده بما يدل على إنه الطرفين متواطئين أو متواطئون على معاونة بعضهم لبعض على المنكر لأنه ده ما تعاون على البر والتقوى التعاون على البر والتقوى بكم مع المستقيمين أما إن تدرت دعاون مع إنسان وهو فاسد في عقيده ولا في أخلاقه ده من التعاون على الإثم والعدوان أصل ما يغشك الشيطان يقول لك لا أنا لابد من التعاون ونحن ندعاون مع بعض أن تتتعاون مع الإنسان المستقيم أما الإنسان المنحرف في عقيده وفي منهجه أنت دعاون معه أبداً ولا يجوز ده بيقول لنا طالب جامعي في منتصف الجامعة ولكن لي رغبة في حفظ القرآن والحديث ولكن العلم الأكاديمي يمنعني شوف يا أخواننا ده المسألة دي التنبيع على مهم جداً الطلاب الآن البيدرس في العلوم الأكاديمية إن كان في مجانة الطب أو الهندسة أو الزراعة أو غير من العلوم الأكاديمية أو الإلكترونيات أو غيرها طالب بيدرس في مثل هذه الكليات دي كليات بتنفع الإنسان في معاشه في الدنيا لأنه أنت بعدين بعد ما تنزل إلى الحياة العملية أنت بتحتاج تعمل أسرتك وإنت بتحتاج إلى دخل وإلى عائد يعود عليك وعلى أسرتك فإنت لو قلت أنا أتفرغ شأن تعلم العلم الشرعي القرآن والسنة فقط بعدين حيواجهك حتواجهك قضية مهمة جداً أنت حتاكل وتشرب من وين بعدين القرآن إلا بعد ذلك تبقى أنت بتفتح خشمك عشان تجي المنظمات وتجي الجهات الموجودة والجماعات عشان تجي تستقطبك أنت معاك داعية ويأكلوك داعية ويقعد يصرف عليك وبأي زول أكلك شفت مما الداعية يبقى بياكل من أيدي الناس أعرف أنه ده ما بمشي لجده وبضيعوه وبالتالي أي زول من الناس الدعاة الدار يتعلم يجمع بين الأمرين اللي اثنين معاً يتعلم القرآن ويتعلم السنة ويتفقه في الدين ويكون عنده مهنة وعنده حرفة مهنة إن كانت دراسة جامعية أو مهنة من المهنة العملية الموجودة تبقى سباك تبقى نجار تبقى حداد تشتغل مكانيكي أي حاجة تبيع شاي أي شيء من المهنة الحرة من المهنة الحلال لأن الداعية إذا كان يملك قوته سيملك قراره ومن لا يملك قوته لا يملك قراره يومك تبقى إنت تحت ناس بيأكلوك وبدوك مرتب ما حيصلك الراتب لحد ما إنت تمشي بالطريقة الدارينة هم تفتب الفتاوى الدارينة تحب الناس لهم بيحبهم وتبغض الناس لهم بيبغضهم هيعلمك بعشوية تحب منه وتبغض منه وتوالي منه وتعادي منه إنت حتكون إنسان مبرمج ما بتملق قرارك ولذلك مما ضيع الإسلام الدين التوحيد والسنة عن كثير من المسلمين اليوم الشي اللي ضيعوا إن الدعاة في الساحل بيعمل أغلبهم إلا من رحم الله ما بيملكوا قرارهم في كلمة الحق ما بيملكوا قرارهم لأنوا اطلعوا في مين برد خايف يشيلوا منه البدرس في جامعة خايف يرفضوا قال بيدرس في مسجد خايف يطيروا من المسجد اللي هو فيه ولذلك لما كانت دعاة خايفين ضاع الدين الدين ده بضيع لما نكون صاحب الحد ما قادر يبلغ شاكد ربنا سبحانه وتعالى قال وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتبونه فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به شنون ثمنا قليلا لأن الداعية دار يقول الكلام اللي بيعجب الجلابي تعرف المعلومة دينتا بيقول الكلام اللي بيعجب الجلابي اللي بيجيب القروس وبالتالي الدين ضاع صار الآن المتحكم في الدعوة الحقيقي إن كان في السودان ولا غير السودان أغلب البلاد المتحكم في الدعوة تقال منه؟ أصحاب الأموال هم المتحكمين في الدعوة هم البمرروا الدعوة على مزاجهم وعلى هواهم أستزيناس الكورة مش الآزمة دي قاعدة في مجال الدعوة أمشي المجال بتاع الكورة الواحد يقول لك والله يجاب لنا الرئيس نادي جديد ده ما جلابي عنده القروس لما لك في اللاعبين يرفو الدف شلتوا برة ويجيب لاعب تاني ما نافح يدخلوا في التيم ويشيل الكتسي بتاع النادي برة ويجيب داك متحكم فيه الجلابي بتاع القروس واحد يقول لك نحن ما عندنا الرائي ما قصوا ما عندك رائي انت الرائي تجيبه من وين؟ لأنه انت لا تملك والذي لا يملك قوته ما يملك قراره لذلك ربنا سبحانه وتعالى قال في عن عن اصحاب الكهف لما قالوا لنتخذن عليهم مسجدا بيقوا بتشاوروا في امرهم ربنا قال 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 الذين غلبوا على امرهم انت قال الرائي داي قالوا منو قالوا الجلابة بتاع القروس تمام فهم الحاصل قال قال الذين غلبوا على امرهم الان انت بتكون في المسجد بيجي واحد بتتكلم بيكون صوفي مخرف بيقول لهم تعبدوا غير الله وتنادوا الشيخ وتندهوا الصالحين وقوما قوماك يا خي ناديهم لي اهل الله اللي بيزيلوا البي وبيدعوا لشركيات وضلالات انت بتقوم بتبلغهم الحج بتقول لهم النبي قال والله قاله بتديهم الحج انو الكلام ده مبجوز انت عارف الجماعة بكونوا بعينهم على الجلاب البان الجامع وكونوا قاعد بغادي عينهم عليهم قال بيقول حج لو جا قال كلام الصوفي داك حج بيبقى بس الكلام الحج بتاع داك قالوا الزول دا لو قال كلامك اتا حاج الناس كلهم بيقيفوا والله يقول لك انا انا من جيب قلبي قال ليه الكلام دا زعتوا كده ما قلبك شنو ما قلبك دا الزول دا دا بتاع القروش وإدارك اتا افهم المعلومة دي معاي انت دول دار تبقى داية دار تعلم الناس الاسلام انت دار تدعلم الاسلام دا صاح ودعلمه صاح خلي قرارك في يدك واكلك بيدك اشتغل دقل وعتدي احفر احفر السيفونات اللي تحت اطلع فوق الشجر دا نجط البلح من الشجر اخدم اخدم خلي عندك خدمة انت دا اشتغل براك لكن ما تقول فرغوني ولا لاسه التفريغ بتاعي امشي ازول تماما سويا زي دا ما بتخدم دين تاني اعرف المعلومة دي ولذلك الطالب الدار يتفرغ وقعد له في خلوانة بقول له امشي اقرأ وادعلم العلم الاكاديمي ابقى طبيب ابقى مهندس ابقى عامل ابقى صناعي ابقى حرفي اشتغل اي مهنة وبعد ذلك في اجازاتك وفي العطل واوقات فراغك ونظم وقتك تعال قعد في الواطن ادعلم القرآن ادعلم السنة العلم الشرعي طيب السائل بيقول كثير من الناس ينشرون انكم متناقضون يقولون انكم تقولوا انكم تحاربون التكفيريين والدواعش الذين يكفرون الناس بدون وتيحق وبدون اقامة حجة ثم تاتوا بعد ذلك وتقعون في نفس الفعل كتكفيركم لفاطمة احمد ابراهيم وامثالها بدون اقامة حجة نرجو منكم الرد والتوضيح ما سألت يا اخوانا اقامة الحجة كثير من الناس ما بيفهم حقيقة هذه الكلمة اقامة الحجة هي التأكد من تغفر السروط وانتفاء الموانع يعني لا يلزم من اقامة الحجة انه اتكلم معه انا بي نفسي لو ما اتكلمت معه بي نفسي واقمت علىه الحجة معناها الحجة ما بلغته لا ابدا ابدا اقامة الحجة معناها ان اتأكد انا ان هذا الانسان بلغه الاسلام وعرف الحق ثم رد الحق وتبع الباطل والهواء متى ما عرفت المعلومة دي بغض النظر عن انه اتكلمت معه بنفسي او اتكلم معه غيري او بلغوا الحق مني او من غيري في النهاية اذا تأكدت من هذه المعلومة اذا الحجة بلغت واللي بلغت الحجة بعد يبقى من المجرمين قال تبارك وتعالى فان لم يستجيبوا لك فاعلم ان ما يتبعون اهواهم ومن اضل ممن اتبع هواه بغير غدا من الله ان الله لا يهدي القوم الظالمين يا اخي انسان ينكر الشريعة الاسلامية وما ينكر عن جهل ينكر عن علم وزول يمثل درجة عالية جدا في البرلمان ويجي يقول لك انا لا اقرب الشريعة الاسلامية بل خليك من الشريعة الاسلامية دي ممكن تكون عبارة تقول لي التبست وما التبست سيبك من النقطة دي المره دي بتقول لك انا مابتشرف اكون مع المسلمين اهه عذر في الجهل وين تاني مابتشرف انا اكون مع المسلمين مابتش بتتكلم مع الجنوبين جماعة البغاية دي الكن قلت له انا مابتشرف اكون مع الشماليين ما اند على مشكلة لو ما درت ابقي شمالية درت ابقي جنوبية درت ابقي بنجلاديش ده ما موضوعنا معك احنا شمال جنوب ده ما قضيتنا لكن كلمة التانية قالت ما بشرف اكون مع المسلمين انت بتفسر الكلام ده بشنو نفسروا كيف ده طيب السؤال قال ما هو اول واجب على المسلم وما اول واجب ان يبتعد عنه وجزاكم الله خيرا اول واجب على المسلم هو ان يعبد الله تبارك وتعالى مخلصا له الدين اول واجب على المسلم قال النبي عليه الصلاة والسلام فليكن اول ما تدعوهم اليه الى ان يوحد الله ده اول واجب على المسلم والمسلم لا يؤمر بغير هذا قبله انما يؤمر به لقول النبي صلى الله عليه وسلم فانهم اجابوك لذلك بتكلم مع معاذ قال له فانهم اجابوك لذلك يعني الليلة لما انت تجي تدعو ناس الى الله سبحانه وتعالى بتدعوهم للتوحيد لو اجابوك للتوحيد قلت لهم تعبدوا الله ما تعبدوا الشيخ تنادوا الله ما تنادوا الشيخ ما تقول نادوا الصالحين يلحقوني وزي ده قال جيبوا ليه الشيخ ويقرأ ليه ياسين ويسوي ليه بخرة وسوي له شنو تقول لهم ده ما بيجوز تدعو الله سبحانه وتعالى وترجوه اتفقوا معاك في الموضوع ده انت امسي الى المرحلة التانية بعد التوحيد مرحلة الصلاة لانه اول ما يحاسب عليه والعبد من عمله صلاته اول ما يحاسب عليه فان صلحت كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فقد افلح وانجح وان فسدت فقد خاب وخسر الصلم اعظم يا اخواننا تكون بعد التوحيد ده اول واجب التوحيد طيب زول ما وحد الله لابس حجباته والبشتنة والعقائد الخربانة وكده ده يقل لك تعالى امو الله نعلمني الصلاة قلنا لا لا ما في صلاة الساعة الصلاة لسا ما وجبت تهى شيخنا انا دارت علم الصلاة لا ما وجبت لسا لانه قال لك فليكن اول ما تدعو مليك فانهم اجابوك لذلك طيب لو ما اجابوني ما في دعوة للصلاة لحد ما هو شيء تعلم خلت بالك في ناس الليلة الواحد يجي يقول لك نبدأ لهم بالسيرة وطبعا السيرة ما تدرسوها التدريس الصحيح السيرة دي اخواننا لو بيدرسوها صح السيرة دي التوحيد ذاته والدين كله كله لانه ده الاسلام العمل السيرة دي انت ما تخيليني ده علم ساهل ده من انفس ومن اعظم العلوم لكن الحزب والاخو المسلم لما يكون داري داري سيرة تقال ليه داري شيرد من الموضوع داري يحكي يقول لك وفلان قاتل حتى قتل وفلان داك لا لا ترتهرب من الموضوع ولا شنو السيرة اي ذاته توحيد اول حدث في السيرة شنو من الاحداث الداخلة في دعوة النبي صلى الله عليه وسلم يعني مش الاحداث القبل الاسلام اول حدث بدبوا الاسلام النبي صلى الله عليه وسلم وقف على جبل الصفا ونادى في بطون قريش يا صباحا قال لهم دي عبارة لمباع الناس يا صباحا اجتمع اهل من قريش قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم لو اخبرتكم ودي مقدمة كان يوقع بالكلام لهم لو اخبرتكم ان وراء هذا الوادي جيش او جيش مصبحكم اكنتم مصدقي داري طلع منهم معلومة انه اتما كالضاب طلع منهم هم ذاتهم قالوا ما جربنا عليك كذبا قال اني نذير لكم بين يدي عذاب شديد قولوا لا اله الا الله تفلحوا دا الحدث من رواحد في السيرة دا انت كحزمي بالدرس ولا الناس ولا بتفطوا ولا الجماعة دا قال لي فطوا بس الشكلة دورت في اول حدث من احداث السيرة اها رائق شنو وعد يقولك لا 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 بس المشاكل دي ما دارينا بس خلونا هاديين كده دا هاديين وين الاسلام دا ما به دا سايد الاسلام دا لما تموت انت انت بتكون في صراع لانه في صراع بين الحق والباطل ما بينتهي الصراع دا تدار تبرد وتنوم دا ما نوم دا ما فيه ولذلك الزولة البيهرب ها اتدرس الناس امور اخلاقية ومن السيرة نقول له اذا كان تدريس الصلاة لا يجوز قبل التوحيد فكيف تدريس الناس الاخلاق وغير من الامور الصلاة لا تجوز الا ان يتعلم الانسان التوحيد بل لو تعلم ما تنفعه فيبقى اول واجب على الانسان التوحيد واول شيء ابتعد عنه الانشراك بالله سبحانه وتعالى ثم بقية شرائع الاسلام وامور الدين كلها ما تجهل يا اخوانا كوننا نبدأ بالتوحيد ونركز عليه ما معناه من اجهل بقية امور الدين ندعلم كلها من الصلاة وفقه الصلاة والصيام والحج واركان الاسلام وغيرها من امور الدين وشرائعه ندعلم كلها ونعمل بها كما امر الله سبحانه وتعالى نلتغي ان شاء الله لحلقة القادمة اشتركوا في القناة